عاوز يعني أقول أن المسيح جاء مخلصا وفاديا للبشر لأنه أحب العالم لكن إن رفضت أن المسيح يملك على حياتك طبعا يوم من الأيام ستواجهه كالديام وعيناه كلهيب نار للقضاء هذه الرسالة حتى التوب وترجع للرب التوب عن خطياك وترجع للرب اللي ضحى نفسه من أجلك هذا الوقت لتؤمن بالرب يسوع لتنالي الحياة الأبدية والهرب من دينونة الله قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة لكن اعرف بكل وضوح إذا رفضت المسيح كمخلص أفادي سوف تواجهه كديام وطبعا مخيف هو المقوع في يدي الله الحي أو كما يقول في سفر رؤية لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب يعني تذخر بتحوش بتجمع تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابة محابة موسيقى